أبدى عسكريون ومواطنون استغراباً شديداً لحملة التضليل التي رافقت الوضع الأمني في منطقة مكحول شمالي صلاح الدين هو المبالغة الكبيرة في عدد الأسر وأسباب رفع درجات الاستعداد الأمني ضد خلايا الإرهاب وقنواتها اللوجستية المرة بالمنطقة وقالوا إن القصة وما فيها وجود أسر على عدد أصابع اليد الواحدة يستغلهم الإرهابيون في تامين احتياجاتهم من المواد الغذائية والصحية ومستلزماتهم اللوجستية تحت التهديد والترغيب وبما يشكل خطراً تعبوياً على القوات الماسكة للأرض ما تطلب تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة التي لم تؤشر فيها عمليات نزوح أو تهجير لأنها أصلاً غير مسكونة وأوضحوا أن الحملة الإعلامية في مكحول مدفوعة الثمن ولا وجود لمخيمات نزوح في المنطقة وإن كل الروايات غير واقعية موضحين أن إعادة نشر القوات وتأمين الإجراءات الاحترازية يفرض تحركات ميدانية غير قابلة للرصد أو اختراق وأن تشديد الرقابة على هذه الأسر هو من باب الاحتياط للتهجير أو النزوح أو غير ذلك من الروايات التي تختلف عن معطيات وأولويات وأهداف القوات الماسكة للأرض ترجمة نانسي قنقر